أعتقد بأن إدارة بايدن إذا استمرت هذه الهجمات فإنها سوف تكون مضطرة للاستجابة أو الرد دعونا نسأل أنفسنا لماذا يحصل هذه الهجمات وهذه الاستهدافات في بداية إدارة بايدن بداية يريدون أن يختبروا صبر إدارة بايدن ومدى إصرارها أيضا بالتأكيد قوات الحشد الشعبي تريد كل القوات الأجنبية لتخرج من العراق وطبعا هذا معيق سياسي كبير يواجه رئيس الوزراء العراقي والذي يجب عليه أن يتعامل معه وهو هنا يمشي على خط رفيع وهذا تأثير أيضا يأتي من جانب إيران والتي تلعب دورا هاما حقيقة في التوجه الذي ستسير به العراق طبعا الوسطية هنا صعبة جدا الولايات المتحدة ترى العراق هامة جدا وجوهرية وترى بأنه من المهم تحقيق الأمن القومي في العراق ولكن الولايات المتحدة قلق أيضا من أي ازدياد في ازدياد داعش أو في تصاعد داعش وأعتقد بأن هذا تطور خطير جدا حقيقة داعش اليوم ربما أخطر بكثير من الوقت الذي كان لديهم خليفة لأنها كمجموعة متمردة فإنها اليوم قادرة على التنقل بسهولة وتستطيع أن تنفذ هاجماتها في أي مكان ترجمة نانسي قنقر